أهلا بكم مشاهدين أعلنت الحكومة التونسية إعفاء وزيري الدفاع عبد الكريم الزبيدي والخارجية خميس الجهناوي بعد مشاورات مع الرئيس قيس سعيد ولم تكشف الحكومة حتى الآن عن أسباب هذه الإقالات لقاء بين الرئيس الجديد قيس سعيد ووزير الخارجية الألمانية دون نظيره التونسي خميس الجهناوي سرعان ما تحول إلى جدل بخصوص غياب الأخير من فك جدل تداول هذا الغياب حتى عقبه بيان أصدرت الحكومة التونسية أعلنت فيه إعفاء وزيري الخارجية والدفاع وكاتب الدولة للدبلوماسية عن مهامهم رئيس التونسي الحالي الذي يمتلك أفكارا في القضايا المتعددة منها المسألة الليبية منها العلاقة بالاتحاد الأوروبي والعلاقة بفرنسا وهذه فيه ثوابت في خلفية وزير الخارجية المقال قد لا تتفق ولا تتماهى مع ما يرغب فيه رئيس الجمهورية قرارات تمت بعد التشاور مع فخامة الرئيس وعملا بأحكام الدستور هذا ما جاء في نص البيان أعفاء يأتي في الوقت الضائع لحكومة الشاهد لكن البعض يراه تهيئة لحكومة قادمة قائد السعيد يريد أن يسجل هدفا ويثبت للجميع أنه رئيس حقيقي يمارس مهامه في كامل الصلاحيات حتى قبل عقد الحكومة القادمة لم تكشف للرئاسة ولا الحكومة أسباب الأعفاء بعد مما يفتح باب التخمينات على تأويلات كثيرة أول قرار في ولاية الرئيس الجديد إقالة مفاجئة لوزيري الدفاع والخارجية قرار رغم أنه يكتسي بعدا دستوريا إلا أنه يحمل في طياته دلالات سياسية وتساؤلات عدة أمير مهدب العربي تونس ينضم إلينا من تونس كمال بن يونس الكاتب السحفي أهلا وسهلا بك معنا أستاذ كمال سميت بإقالات آخر رجال السبسي ماذا وراء الأسباب والتوقيت في إقالة وزيري الدفاع والخارجية طبعا هناك سبب مباشر أن وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ووزير الخارجية خميس الجينيوي وكذلك حاتم الفرجاني مساعد وزير الخارجية الذي وقع إقالته بالمناسبة كانوا من بين المحسوبين على حزب ندى تونس جناح حافظ قائد السبسي نجل الرئيس السابق لباجي قائد السبسي وفي خلاف بين رأسي السلطة التنفيذية في قرطاج والقصبة بين يوسف الشاهد وأنصاره وباجي قائد السبسي وأنصاره كان عبد الكريم الزبيدي واخميس الجينيوي وحاتم الفرجاني وآخرون من بين الذين انحازوا ضد يوسف الشاهد هذا تفسير لكن هناك أمر آخر مهم هو أن الرئيس الجديد وعد الشعب التونسي بتغييرات جذرية وأعتقد أن من بين الغلطات التي وقع فيها أو يتهم بالوقوع فيها عبد الكريم الزبيدي الذي ترشح للانتخابات الرئاسية في دورها الأول يوم 15 سبتمبر أنه كشف كثيرا من أسرار الدولة وقد واصل اليوم كشف أسرار بعض أسرار الدولة ولقاءاته مع الرئيس وكذلك وزير الخارجية اعتبر أنه يختلف مع توجهات الجديدة للسياسات الجديدة فوقع ابعده بها حسما للموقف بكل الأحوال هذه حكومة تصريف أعمال وستشكل حكومة جديدة لماذا اتخذت هذه القرارات الآن ولم يتم الانتظار إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة أولا حكومة تصريف الأعمال مدتها قد تطول لأن الخلافات بين الأطراف السياسية قد تتواصل أربع أشهر وقد يقع تمديد ثلاثة أشهر أخرى لتنظيم انتخابات جديدة ولديها صلاحيات كاملة لاتخاذ القرارات ثانيا وزير الدفاع أصبح يتغيب عن كثير من الاجتماعات وقد اعترف هو بذلك وأصبح حسب ما قيل يرفض احترام بعض قرارات رئيس الحكومة وهو اقر بذلك لكنه دافع عن وجهة نظره وفي نفس الوقت رئيس الجمهورية قيس سعيد أراد أن يوجه رسالة أن سياسته الخارجية والدفاعية ستتغير ثم حقيبة الدفاع وحقيبة الخارجية إلى جانب حقيبة الداخلية هي من أنظار رئيس الجمهورية مباشرة وليست من أنظار رئيس الحكومة ولو كان التعيين يقع على طريق رئيس الحكومة لكن هي من أنظار ومن ملفات رئيس الجمهورية الجديد شكرا جزيلا لك أستاذ كامال بن يونس الكاتب الصحفي كنت معنا من ترجمة نانسي قنقر